السلام و مرحبا بكم رجعتكم اليوم في فيديو جديد و في وصفة جديدة اول حاجة ناخذين من وقت ووقتهم وصلوا في الحبيب مصطفى على افضل و سلام كيف ما وعدكم في الفيديو السابق بش نوريكم طريقة الخبز هني رجعتكم اليوم ومن وعدة وفاء اليوم بش نوريكم طريقة الخبز طريقة سهلة و بسيطة شوية وقت فقط بش يتخمر الخبز متاعنا كيف ما تشوفوا فارينة خميرة وملح و سكر وما دافي بالطبيعة مكونات سهلة و بسيطة و موجودة في كل دار بالطبيعة اذا متوفرة الفارينة نجم و تعوضوها في السميد المهم عندي 500 ملي لتر ما دافي بالطبيعة و نصب الماء هو الأول و بعد مش نحط معها السكر و نحط معها الخميرة نحركهم بالباية بش الخميرة هذيك تتحللها من مستحسن تكون خميرة فورية بما انه التقص بارد من مستحسن تكون خميرة فورية المهم الهناه مغرفة كبيرة معابة بالسكر وبش نحط عليها مغرفة و شوية خميرة و نحاول نحركهم بش يتحلك الخليط هذيك بالباية في وسط الماء الدافي و الملح بطبيعة نزيدوهم بعد كنزيدو الفارينة علاش بش الملح هذيك ميجدلناش اللي بكتيري لتعملهم الخميرة يعني ميا ماء نقولو نحنا ميطفينناش تفاعل متاع الخميرة من مستحسن الملح يكون بعد الفارينة بش ميا ديريكت ميكونش بين وبين الخميرة اختلاط كما نقولو عن مهم نحرك هذيك الخليط هذيك متاع السكر والخميرة والماء اللي انت تحلك الخميرة بالباية هذيك وتنجموها وتخمروها قبل باربع ساعة اللي انت تفعل الخميرة مثلا مع الحليب و مع الماء كيفما تحبون المهم نخلطك الخليط هذيك و من بعد بش نبدأ نزيد الفارينة بشوي بشوي بطبيعة الفارينة نزيدوه على مراحل اللي انت تتلمم العجينة متاعنا بالنسبة للعجينة متاعنا بش تكون طرية لازمها تكون طرية كيم عجينة تفطير بالضبط بش الخبز متاعنا نعود و نأكد اذا العجينة متاعكم يجيكم ايه بصراحة و الخبز متاعكم يجيكم احجر المهم كيفما تلاحظوا الهنا حطيت كونتتاة متاع فارينة والهنا بش نحط الملح تقريبا نصف مغرفة متاع ماكلة ملح وبطبيعة نخلط بالخلط اليدوي هذيك نخلطك الفارينة هذيك وبطبيعة بعد بش نبدأ نزيد الفارينة بشوي بشوي ونعجن بإيدي الهنا صبيت الكونتتاة هذيك وبطبيعة نبقى نتبع في يعني الخلط هذيك متاعي اشي يستحق فارينة بالنسبة لي هذي 500 مليلتر تقريبا 800-900 جرام يعني اخذت لي انتو مول فارينة متاعكم كل واحد والفارينة متاعوا بالطبيعة تنجموا راه وتحطوا النواة شفية الولانية وبعد تبدو تزيدوا في الماء بشوي بشوي اللي انت تعجن لكم العجينة متاعكم وتو تشوفوها القوة متاعها كيفاش المهم نبدأ نعجن في العجينة متاعي بالبداية بعد ما تلملي العجينة هذيك لازمها تتلم بالباهي وتكون العجينة متاعنا كيفما قلت لكم تلصق في اليدين هذي العجينة متاعي بعد ما عجنتها هذي القوة متاع العجينة شوفوه كيفاش كيف عجنت الفطاير بالضبط لازمنا نبلو يدينا بعد ما نغسل يدينا بطبيعا نبلو يدينا بالماء اللم واكل العجينة متاعنا ونغطوها نخلوها تتخمن المدة 20 دقيقة في بلاسة داخية ومن المستحصن ندفوها بالباهي كما تعرفوا الطاقس بارد لازم ندفوها بالباهي بش العجينة متاعنا تخمر النفيسة ونغطاها كيفما تلاحظوا ونخليها نمد 20 دقيقة وبعد نرجع لها نوريكم مشنو بش نعمله في المرحلة الثانية بالنسبة المرحلة الثانية والثالثة رم تقريبا كيف كيف يعني نفس اللي نقولو نحنا الطريقة المهم اللي هنا بعد مرور 20 دقيقة فيما تلاحظوا بش نوريكم العجينة متاعي من اللوطة في الريس بيوم اللوطة بش تظهركم في البلار لكن الرجلة التي تخمرت يعني ملوتة كيف ما تلاحظوا وشوفوها تخرجتخلك الفقاعة هذيك لازمنا العجنة متاعنا ان نخرجه من هك الجاز اللي فيها كما تلاحظهم بالايدي بالذيبية بالطريقة هذية ونحاول نخرج الالي في وسط الخمير العجينة هذيك كيفما تلاحظوا بالطريقة هذية لنخرج من هك الجاز هذك يعني نقسر الخمور اللي فيها ونبعد نلموها داخل ونخلوا هذه العجينة ترتاح مرة أخرى تقريبا ساعة نقسمها على ثلاثة مرات ليس عجينة هي جزت اللموها نرحو منها الغاز واللموها تقريبا تسمى عجنين من غير ما نستحق العجينة لحتى نعود ندهن ايدي بالزيت كيفما تشوفوا ونحاول لك العجينة متاعي هذيك بعد ما نحيت منها كل الخمور هذيك نحاول اللمها الداخل ونخليها تعاود تتخمر بالباهي بالطريقة هذي ندهني جاي بالباهي ونبدأ اللم في العجينة متاعي الداخل كيفما تلاحظوا نحن مستقل الزيت تتخمر بالبياهي ونزعف الحجم متاعها كيفما نحبه نحن والعجينة تولى الغفيفة من دخل عليها من نفس الزيت مع غير ما تدهن وعجينة بزيت هاذي يفدي يكفي تdamnitation العجينة وكيف ما نقولو نحنا نتحركوها بسهولة. اللي هنا كيف ما شفتوا العجينة متاعي تقطعت على الجنب ماذا بيا نحاول نسكرها نلمها ونسكرها باش ميدخلش في وسط الهواء وتتخمر العجينة متاعي ونخليها كيف ما قلت لكم مدة عشرين دقيقة اخرى نغطيها وندفاها بالباهي. والهنا رجعت لها كيف ما نقولو نحنا بشي نغطيها وندفاها مليح ونرجعو لها بعد عشرين دقيقة مرة اخرى باش نزيد ونطيحوك الخمور اللي فيها وكيف ما قلت لكم نعاودو اللي لموها مرة اخرى هذي يعني المرحلة الولانية كلا اللي نقولو نحنا تكسير الخمور للمرة لولا. وطووش نرجع لها مرة اخرى بالطبيعة نحول هاك الخمور اللي فيها هذي المرة الثانية كيف ما تلاحظو شوفوا ما شاء الله كي طلعت شوفوها على قد ما وين تمشيت زيت الضعف غير المعون اللي عزنت فيه يعني كبيرة ذاك علش متظهر لكمش يعني متضعمية طلعش لفوليم متاعها برشا. المهم كيف ما شفتو بنفس الطريقة شوفوك الفقعات اللي فيها هذيك مش تعرفوا اللي العجينة متاعكم را هي ناجحة. وعلى قد ما تكون العجينة متاعكم طرية على قد ما تكون العجينة متاعكم ناجحة. بنفس الطريقة كيف ما شفتو كسرت الخمور ومبعد نعاود اللمها مرة اخرى كيف ما شفتو الداخل ونعاود نغطيها ونخليها عشرين دقيقة اخر يعني بنسبة للعملية هذي نكررها ثلاثة مرات يعني لمدة ساعة مش تتخمر ثلاثة مرات ونبعد بالطبيعة ان العجينة متاعنا كيف ما نقول لكم ونقصوها ونشكلوها كيف ما تلاحظوا هذي تقريبا ثلاثة مرات يعني تعدوا خمرناها ثلاثة مرات ولهنا هذي المرحلة الخرنية اللي بش نقسمه فيها العجينة العجينة بتاعنا خمرت بعد عشرين دقيقة طوى بش الرش الفرينة على رخامة ونحط العجينة متاعي نصب العجينة متاعي فوق رخامة نقسمها على اربع كويرات وبالطبيعة بش نحل الفور يسخن لماكسيموم يعني الاقصى درجة حرارة منفوقو منلوطة بالمروحة متاعو بش الفور متاعنا يسخنونا خطر الخبز هذيه ما يخدش برشا وقت رهو تقريبا عشرة اثناش دقيقة لماكس ويتيبنا الخبز هذيه ويجينا خبز خفيف لهنا كما شفتو رشية الفارينة واللم العجينة متاعي كما شفتو بالفارينة بالطريقة هذيه بش النجم نقصوها والنجم ونتحكمو في العجينة نعود الرش على شوية فارينة من الوجه ونقصها الاربع طروف كل طرف نحطه واحده بطبيعة نكوره ونحطه واحده والطرف اللي بدينا بهلول هذيك اللي بش نبدو بهلول نحلوه يعني نعقلو عليه نقولو نحنا الطرف اللي قصينا هلولاني هذيك اللي موه بطبيعة كما شفتو نحطه شوية فارينة الرش شوية فارينة ونبدو اللم في الكعبورات كما شفتو بطريقة هذيه بش الكعبورة هذيك تبقى ترتاح خمسة دقايق اخرى تعود تتخمر ليهني كما شفتو نكعبرهم لكعبر هادوه كما تشوفو العجينة بتاعنا طرية يعني نقولو نحنا طرية برشة يعني بتطوع في اليديين حقيقيا ترشو هاك الفارينة اطوعكم في اليديين كما شفتو بالطريقة هذي نكعبروهم ونخلوهم مدة خمسة دقايق نغطوهم بمنديرة وخلوهم مدة خمسة دقايق يرتاحوا كما شفتو نحل الفور لماكس يعني الاقصى درجة حرارة كيف ما قلت لكم منفقه من اللوطة ونحل الفنتيلاتور يعني المروح متاعو باش تدور السخنة ونبعدوا الطبيعة باش نوريكم واش نعملو في الخبز خليتها كيكا مغطية بالمنديلة ومشيت نشعل في فور كيف ما قلت لكم باش نشعل الفور على المكسيمون يعني الاقصى درجة باش ننشعلو بالمروحة يعني باش السخنة في سعى تدور في وسط الفور بالنسبة للخبز هذي ما يخدش برشا وقت راهو ما يستحقش برشا وقت درجين لماكس عشرة دقائق اثناشا دقيق يكون طيب وليهنى رجعت للخبز باش نبدأ بالوحدة بالوحدة كيما نقولو نحنا من اول كعبة الليهنى هذو ما نحطهم على الجنب ونجيب بطبيعة طبق الفور نفرج فيه البابيكويسران يعني ورقة الزبدة ونبدأ نحل في الخبز متاعي بطريقة هذي كيف ما شفتو ننزلو عليهم الوسط كيما شفتو باللبصوا بعنا بطريقة هذي يبدأ الخبز متاعنا يتحل يعني بصوا بعنا ونحل الخبز بطريقة هذي يطوعنا في الحلين متاعو من غير لنستعملوا لقلقال لحتى شي كيف ما تلاحظو ومنحلوشو كما الخبز العادي يعني الخبز العاربي الآن فض militائية بالطباقةatique ما شفتمه بالنسبة الكعب الاولى هذهها باش ندهنها بالزيت وتانية باش ندهنها بالزيت وتعالى فى المthemake مج الل each لبديng بالزيت من الماء كيف يزtak غrir خبز المغليо هو فارغ من داخل المهم هل قم لتمكن دهننا بدل الجنب بصلندهن العادي للشبين ونعطيست الماء يعني منفوق باش نرش عليهم الماء ونخليهم يتيبوا وتشوفوا الفرق بيناتهم وننصحكم الخبز هذية النوعية هذية خاصة بتاع الخبز هذية تحبوا تطيبوه ويجيكم فارغ من داخل متاع صوندويتشات ومتاع كل شي حاصيلوا يجي بنين على الاخر ننصحكم ادهنوه منفوق بالماء يعني تبلوا يديكم بالماء وجست تمسوا مسان كيما للخبز متاع الطابونا نقولوا نحنا منفوق تبلوه بالماء وتحطوه يتيب ديريكت هذية الخبزة متاعنا كيفما شفتوه هذية اللي دهنتها بالماء كما تلاحظوا الاخرين حاصيلوا طيبت مخارجتهم المهم هذية الخبزة الخرانية طابت كيفما قلت لكم الخبز نهارتها طيبت معها ملوخية شوفوا الخبز ما شاء الله كيفاش تطريه وصدقوني من داخل فارغ ما فيه شي بنسبة للخبزات الاخرين كيفما قلت لكم اللي دهنتهم بالزيد زادة بنين على الاخر وخفاف ويتيكلوا مع تيسخون ونقولوا نحنا مع قهوة مع حاجة يعني فطور الصباح اما هذية زادة يجي صندويتشيات في كل وقت راجل كيفما شفتو ووريتكم في الفيديو السابق ديريكت قسمها وديريكت يعمل منها في صندويتش بتاع نقولوا نحنا عسل وزبدة حاصيلوا خطرها سخونة المهم هذي كان فيديونا اليوم وهذي كان توصف في اليوم خبز ساهل بسيط وصدقوني جيبنين على الاخر ننصحكم اتجربوه وبقدر تربي ينجحلكم لا تنسوش فضلا وليس امرا تجعوني بلايك وكمنتير بش نزيد ونرحكم برشة وصفات جديدة متقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفات جديدة وفي روتينات جديدة ان شاء الله وبسلامة وفي امن الله